مرحلة الله يتاهرة انطلق عملية التسجيل في الخدمة الاسكرية اولا التزنيد الاجبالي برسم سنة الفين او اشفين. هل تعرفوا على المعلومات حول عمل هذه الاحصاء كيف نسجله وشنو النشارات اشنو هل ستفضل احنا من في هذا الفيديو. كذلك في اخر الفيديو هنا ستكون مجموعة كبيرة دي المعلومات اليوم الغالطة واخذين هذه الابنة على التزنيد الاجبالي. قد نتطرق عليه فقط نتمنى انك تبقى الفيديو حول انك تدوش الفيديو باش تتسافد من جميع المانومات. كما العادة قم لما نبدأ نتمنى انكم تشتركوا معنا في صندوق الواس كذلك رابط الموقع التاصل اشي ما عندك شي سؤال اتقدر انك تطرحوا في الجروب ديال الفيسبوك رأتقل صندوق الواس كذلك الرابط ديال التسجيل اتقل في صندوق الواس. زيدي اجبالي بالمدري برسم سنة الفين او وعشرين كن بس نعرفو كل السنة تخرج هات سنة الاجبالي هات السنة هاتي الافين او وعشرين متعطل شي شوية ماشي موشكي. يمسال هذه يبدأ ممكن تسمى الإحصاء يعني عملية التسجيل واحد مارس يعني واحد شهر ثلاثة او ثلاثة او ثلاثة او ثلاثة او ثلاثة شهرين شهر ربع اذا رأي عندك شهرين ديال التسجيل. رأي او واحد مقطع ديال الخاصة تكتعرف رأي ماشي متاليك او او اي انتا هندك او الحق التسجيل كموتا طوية ولكن رأي تقدر هندك تجيك الاستيقاء ديال اه ديال اه ادجبالي بلاي متى ما تسجل اه في هاد فاسيت هادا يعني كتكون جانغرقاس سيسي ذكرى ايا ما اخدام اولو اراي قدر لنقدم ديال اللحمة ديالكم انشي اتايدك اتايدك في التجنيد الاجباري وانت انا عز ما مفرصك ما يتعود حتى كتديك كونفوكا سلطار فاك باش تلتاحك بالمركز الفرنية باستيق التجنيد الاجباري كشك تقول الا انا ما تسجلش كيفاش لو رأتنيت ثلاث متى التجنيد الاجباري اولو خدمة الاسكرية اراغ نظر ما اراغ نظر ما نمو اراغ ما اللي كيف تتعروا الناس اجير اهنا ايا في المغرب يعني كيدلوا فتحوا ديال الباب ديال التطوع يعني اللي بلا ما تسنى عندك تجيك الاستيقاء تقدر انك متى تمشي تتسجل من لك الراس كمتطوع اذا اتزال ما بين واحد شعر ثلاثة احتى تلت شعر ثلاثة شعر ثلاثة شعر ثلاثة شعر ثلاثة او الناس اللي عندهم الشباب اللي لامرديلهم ما بين 19 سنة و 25 سنة وما اللي كتجيهم الاستيقاء ديال التجنيد الاجباري او لا انت منك الرواسك تدخل السيد ديال التسجيل كمتطوع بالنسبة المهمة بالنسبة اللي بنات رمانوش تسنيد الاجباري انا ماشي مثلا واحد البنت كايس اختار احتاج يا استيقاء للجين الاجباري اللي ما بيناش مانوش اجباري اندهار تطوية هذيه اندهار راسه الى باتية تدخل السجل بالخدمة الاسكرية اما الداريلا ادريش قرر انتها تكون غاس وزيك الاستيقاء او خمد السجلش اذا ديال الفلد العنوه او متى الاجباري ولكن خفت الاجباري للصداع. اشو فاس قدر. بتدعم انا واحد مارس يعني واحد شرطياتك يخصك انت ملزم اي واحد اي واحد اي واحد اي واحد الهمرضي عليه وما بين اللي كي شوفت الفيديو ما بين 19 و 25 سنة قم دعوه دبعا مع الدلاري للبنات اللاحية للبنات وانه مش الاجباري. انا مثلا ما بغيت نعاور نقول لكم باش نعمل زيان نعاور تشوف الميتاب. انا الهمرضي لي ما تانع 20 سنة سليت لطرايا قاس وما بغيتش نمشي للجنيد الاجباري وخفت انها تجيني. كيف اشخالي تأكد انا ما عندكش التجنيد الاجباري. نهار واحد شهر ثلاثة ادخل لها السيد هذا او تعليق بداية اعماليك الاحساء تجنيد بوان اي ما لا نعرف ادخل له. باش نشوف واش انا تم الاستيداء ديالي ولا لاحظة بس قدر تم الاستيداء دي وخلن زي ما مسجدش. كنتجي هنا من هذه الفلاصة هادي تأكدوا من انكم مدعوه للخدمة الاسكالية ادخلها هنا. دبا حاليا نظر ما زال اي ما تشوف دبا حتى الواحد شهر ثلاثة كنتجي هنا او تجمع له دبا باقي في معنى مدالعي العلم اللي فاتيبول بك الشرس على. فدخلك يقول لكم ما زال مدخل اسم دياليك الناس. عندكم البيتات القانواتية السين كتديرت اه 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 ادنيك تزلط على اوكي تيقول لك واش انتا عن ذلك الاستيداء او لا ما انبكش. تفهمنا احدوا بالنسبة للناس لما يشوف راسو. كواس عندو التنية الاجباري. وكين الناس مثلا داري او الو الناس. دبا كبير ما تدرى مادة بمبنانة. وهو اصلا بريك تطوع. سوى جاتوا الاستيداء اسفا قيدوا من قدم او لم قيدوش. وبغى من نوراسو بغى نفس الشيء. نهار واحد شهر ثلاثة. عندك من واحد شهر ثلاثة. اه شهر ثلاثة. اه شهر اه شهر ثلاثة. وهنا مرضي ايك دائما اخصي قلنا بين ساعة عشر من ساعة شهر ثلاثة. ندخل نفس الشيء وهذا. ندخلوه بحلقة. وكدف التسجيل. كدف الملء الاستمارة. ملء الاستمارة الاحصاء بحلقة. تبا حاليا كما اكتلكم انا ما كيش اتسجال لك شيء ما كادك ستكمل وكتبز اعمر للمعلومات ديالك وهذا الشيء. اما انهار واحد شهر ثلاثة ان شاء الله سوف ندخلو لكم تاريخ عديد التسجيل. نكملو بذلك المعلومات ديالنا. اه كما اكتلكم في صنجوخ الوصف اترابة نوقع اكسي. انا نسخكم اللي مهتم بهذا الشيء من الاسكرية دخلوه ترى هذا الشيء كامل. حتى انا سوف ندخلوه بفتيسة. مراكز تدريب نمو جنادين. فهي تكون ارد المراكز. كان الربحة ديال المراكز كانت تدسليمان سيدي حيال غرض. من قرير وطنطن. بالاضافة الربحة ديالي. كل عام يمكنك تدسليمان مراكز اخرى على حسب العدد منطقة العملي فتح 20 الف مجندة. من غريب ان حتى هذا العام سيكون 20 الف متعمل مجندة. اه بنصف ديالي. يعني دمان مراكز لكي يكون. اه شنو غادي تستعفل متمدسين ديالي اجباري او ما غادي تشوف قرابة او كنت داريب بطانية. اه نشوف دكشي اللي كي يهمكم كمين وقت لاس. بالنسبة انتر انك تجيك منك تدخل سواجاتك الاسداء للجين ديالي او او انت عادر تجيب صيفة تطويه ايك يشوفوا النبو ديالك. اللي عندك النبو باك التحت. اه مثلا عندك السادس اه اه انا يقدر اي واحد يدير تطوي الجين ديالي وخماناش النبو اخر ملقرة. وما عندك النبو باك التحت كي يحطيوك الرتبة ديالجون دي. الرتبة ديالجون دي يتخلص الف وخمسين درهم بالشهر. بالاضافة على السلطة. رأينا ماكلها لحسابه. الماكلات الطبيب. الليباس. اني الليباس ده اسكلف. طبعا انت قدر اجيب الليباس دي. ديك شيري حسابه. واذا كتعود سعريق الف وخمسين درهم. هذا بنسبة الرتبة ديالجون دي. الى كان عندك الباك. انتشهد الباك كالوريا كي يعتوك الرتبة ديال دابة صف. كتتخلص الف وخمسمائة درهم بالشهر. الى كان عندك الباك بنقطة زيانة او لعندك الليصانس كي اعتوك الرتبة ديال ضابط. ضابط كتخلص الفين ومتر. اما بالنسبة للنسبة هدي يمشي ودوزو التدريف طنطن. طنطن حيتم نشتوبها لناطعة الجنوبية كيزيدوك تلت متر. لحساب الرتبة ديك. سواجون دي ضابط صف اول ضابط. كيزيدوك الى تلت متر. اه باضافة كيما قدريكم الاستفادة من الاستشفاءات الاسكالية. اي طبيب المستشفى قدريكم تخلص الفابور. لا لا تبدل الله انك شي هامله وشي حاجة كوشي لك شي كتديره فابور في بطلنا الحالة. لديك المدة دي الجنه دي الجباري اللي هي اتناشر شهر. هي المدة التكوين في التجنيه دي الجباري اتناشر شهر. ربع شهور تكون فيها تكوين حسكري. يعني جاس بارك ده. وثمان شهور كيكون فيها كل واحدة اللي حسب نيوه دياله كيجير واحد تكوين. كيليك يمشي ميكانيك يليك يـقال انفورماتيك يليك يقرأ اه المساعد يمريق. لا حسب. ولا حسب الصنطة بنمشي تليه. ولا حسب و هو لا حسب النيوه ديالك. وبطبع يتحفظ كتيتسلي اتناشر شهر. ركب تخض بوحد الشهادة. للناس أرى غالطي في ذلك الشهادة. دموا يبادلنا لما تلك تكون في الأخر دفيديونا نقولون لكم. اللي غالطي فيهم الناس. تبسلين تلك 12 شهر تشدك الديبلوم. كس حال في الديبلوم را عبتش تقدم بينتال الخدمة في الوضع الف العمومية إلا. هذا الديبلوم را غير بحل تكوين. بإنك را كدوزي واحد تكوين. نحن ماشي زا ما عبتش تدفل بين الوظيفة العمومية أو للتعبية الشركة. لن يكون هناك الديبلوم. لن تفهم. وحاجة واحدة كيفيدك. وإلا بيتيك تدفع. لما تجعل الكونكور ديال العسكر ديال الجندارم ديال البوليس. يتطلب منك إلا عندك بك الشهادة ديال الجنج إجباري. لن تكون عندك الأسباطية بس تدخل. شنو يا واحد الجارة تغيرتني واحد آخر بزار ديالنا زغالتين بي. عشنو كس حابت مثلا نعطي مثال براسي أنا. أنا عندي خرج عندي الساتس. عندي نيبو ساتس. يقوم بس ديال الجنج إجباري. شي ستشهر جني إجباري أنه ديال الجنج إجباري. كي يتطلب الكونكور ديال العسكر. كيف يطلبون. لن نشعل الإجباري تنظوي على الكونكور ديال العسكر اللي بين الثلال نس يفهمون. تقول لك سيدية رحصك سوى العسكر أبل الويف طايا أو خزنيه تقول لك مثلا رحصك يكون عندك أقل حاجة ونفو 9 نفو 9 أتقدر أنك تدفع يجي مثلا أنا رحكا نقول لا رحا نتفع على دي جدوس تجنيد إجبالي رحا نترى ما يقبلوني لا رح أول حاجة بعدها يكون عندك نفو اللي طالبين يكون عندك بعد النفو 9 عاد بش تدفع وخامتك عووسي تجنيد إجبالي العسكر أبل ما أظنك بخلوه وخامتك عندك النفو لك تدخل أمر من نسبة مثل البوليس لك تدخل ضابة صف أو لا تدخل الوطايا المدنية والانخزنية رح يكون عندك النفو عاد نشوفه عندك الدين الإجبالي ولا ما عندك معلومة أخرى كان الناس اللي كتجيهم الاستداءة دي جنيد الإجبالي وكما يبغوش يمشي ومن ما كاشبه يمشي يخصك بديل واحد طلب دي الإعافع ما أخص بعدك ومنك سبب من السراب اللي كتمكنك استفاد من الإعافع من أداء الحدمة العسكرية ما هو العجل البدني أو الصحي عالة الأسرة متابعة الدراسة ووجود أخ أو أخت مجنة في الحدمة بأعتبار مجنة ووجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن استلاعهم في الوقت نفسه رضوية الحكومة أو البرنامج ما يعني هذا؟ أنا جيت السيدي مالية ما بيض خط السيدي طيب يتفضل بصر اللي كتجيكم وانا نرى مستدعى لخدمة العسكرية وانا ما بواش نمشي إذن كي يخصني جيب مثلا عصني لكون مريضا ما شجر ندبر على شعالات طيبية كتبت أنني أني مريض عندي العاجل الصحي أولى إعالة الأسرة وشني إعالة الأسرة عندنا كي نجيب واحدة شهادة من المقاطعة كتبت بأننا بأنني كتبت بأسرة يعني ما كيش أخي أو الأب أو الأمين يعني أولى متابعة الدراسة كديمة لهم شهادة لا تستطيع تسكن عليك أنك تقرأ في الأفاق لشيء حاجة تستعرض لكي إعفاء ديالك أولى ديجا عندك أخوك أو لأختك ديجا خدمة فلسكرت هذا من الأسباب أنه يتم الإعفاء ديالك هذا ومال وخصك إمتى تقدمها بطالة تهمو حدبة بتاع ناس وفي ذلك اللحظة التي تستعرض فيها للإستداءة لكي تنشيل الجنة الإجباري لديك 20 يوم وهذا الشيء تقرأ في هذه المعلومات المهمة لكي تطول الفيديو أكثر لديك المدى لكي تكتب طلب الإعفاء وكتدفع العملاء التي تتابع لها وما تشيل لكي كانت وكذلك طلب الإعفاء ربما توقفوا عليه تقدر إدارته بما طلب هذه كان معلومات أخرى حول الناس التي تأتيهم من الجنة الإجباري وما كي بيشينك شيء بذلك الحواجة رفقة معنومات هنا تتطلق وتقرأ واتشيء ونسألنا 13 ثلاثة ونشوفوا الطريقة ديال التسجيل واللي بغاية التعرف على الأداء من نتعرف الطريقة ديال التسجيل اللي كيف اسكبتم معلين نزلت احتقاء او اتقال الفيديو ديالعام نفس الطريقة بحل ديال 2023 بحل 2022 بحل 2021 نفس الشيطة نفس الشيطة الله بغاية هوتفق نساف 10分 ناوتا فأملا لزين